اشتركوا في القناة صعبة النظرة لتاريخ وقوة الفريق إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجم أونجا الفرنسي يتير إعجاب وحيد خلال الزيتش ويدمن تواجده مع المنتخب الوطني المغربي أتار النجم المغربي سوفيان بوفال إعجاب الناخب الوطني وحيد خلال الزيتش لتألقي في المباريات الماضية مع نادي أونجا الفرنسي وأبدى مدرب الفريق الوطني المغربي وحيد خلال الزيتش إعجابه بوفال كما أبلغ الأخير بأنه سعيد بالأداء الذي يقدمه مع فريقه مطالبا إياه بمواصلة العمل والتركيز أكثر أمام المرمى وينتظر أن يتم استدعاء بوفال من قبل خلال الزيتش لقائمة المنتخب المغربي الخاص بكأس أمم إفريقية الكاميرون 2021 بعدما تواجد في المباريات الخاصة بالتصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ويستعيد دخول الزيتش للإعلان عن قائمة المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقية والذي سيسبقهم معسكر إعدادي قبل التوجه إلى كاميرون بن عناصر الحاضرة عاجل تشافي مدرب برشلون يفاجئ من جديد المغرب يزالزولي بهذا التصريح عليها أثناء مدرب برشلون تشافي هيرننديز على أداء اللاعبين الشباب الذي نشارك في انتصار الفريق على إلتش بثلاث أهداف لهدفين خلال اللقاء الذي جرى على أرضية ملاب الكامبنو لحساب جولة 18 من الدور الإسباني وخاض اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي المواجه في التشكلة الأساسية لبرشلونة وكان من أحد الأسماء التي تميزت بأدائها حسب تقييم المدرب تشافي وتحدث مدرب البولوغرانا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة أتمنى أن يكون ما حدث أمام إلتش نقطة تحول في مصارنا بالدوري أتيحت لنا فرص عديدة لحسم المباراة لكننا لم نستغلها بينما سجل الخاص مرتين عن طريق الأخطاء التي نرتكبها وتابع الأداء الذي قدمه الزلزولي كان رائعا وهو أحد لاعبين المستقبل في الفريق ليس وحده فقط هناك أيضا أراخو بالدي وغافي ونيكو هؤلاء يشكلون جيلا رائعا بالإضافة إلى ركب ويغ ثم اختتم حديثه قائلا اللاعبون الشباب يصنعون الفارق لكنني لا أوجه العتاب لللاعبين القدامى حيث يبدلون جميعا أقصى ما لديهم في الملعب وأنا سعيد بأداء المجموع الجيل الحالي أراه أفضل من جيل بوسكيتش وبيدري نجم الأهلي مباراة الرجاء ستكون صعبة نظرا لتاريخ وقوة الفريق إفريقيا كشف رامي رابعة مدافع فريق الأهل المصري لكرة القدامة أن مواجهة الرجاء الرياضي في كأس السوبر الإفريقي هي ستكون صعبة في ظل كونه فريقا قويا وعريقا ويملك تاريخا كبيرا على الصعيد الإفريقي وأكد المتحدث نفسه في تصريحة صحفية أن الأهلي يتعامل مع المباراة بايتمام وتركز شديد موضحا أن بطولة السوبر الإفريقي تمثل أهمية كبيرة للجهاز التقني واللاعبين في ظل رغبة النادي في تحقيق الألقاب وأضف ربيعا أن النادي استعد بشكل جيد للمواجهة المذكورة بعدما خض مبارتين وديتين أمام طلائع الجيش واسموحة متمنيا أن يكون التوفيق حاليف لللاعبين في القمة المذكورة واختتم مدفع الأهل أن حضور جماهير الأهل خلال مباراة الرجاء سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين مؤكدا أن الفريق يسعى إلى الفوز بكل الألقاب من أجل إسعادهم يستعد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بقيادة وحيد خليل زيتش المدير الفني لخوض نهائية كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة عن خوض البطولة في موعدها المحدد دون أي تأجيل حيث تنطلق في 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل ووقع منتحب المغرب في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من غانا وجزر القمر والقابون وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022 ليستقر الكافة على الموعد النهائي المعلن بعد أن بأس رددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى وتأتي موعد مباراية المغرب في كأس الأمم الأفريقية كالآتي المغرب غانا يوم العشر من يناير في الساعة الخمسة مساء المغرب وجزر القمر يوم الرابع عشر من يناير في تمام الساعة الخمسة مساء المغرب والقابون يوم الثامن عشر من يناير في تمام الساعة الثامنة مساء الكاف يكشف تفوق الزنيتي على الشناوي قبل السوبر الإفريقي نشر الاتحاد الإفريقي لكورة القدم عبر صفحة الرسمية الخاصة بالمسابقات الإفريقية بعد الأرقام المتعلقة بالحارسين أنس زنيتي ومحمد الشناوي قبل السوبر الإفريقي الذي سيجمع بينهما وأدرت الأرقام التي نشر الكاف تفوق الزنيتي على الشناوي قبل السوبر الإفريقي حيث أن الحارس الرجاوي نجح في الحفاظ على نظافة الشباكة في تماني مباريات من أصل عشر بينما تمكن حارس النادي المصر من الحفاظ على نظافة الشباكة في سبع مناسبات من إحدى عشر مباراة لها في حين تلقت شباك الزنيتي هدفين فقط في المقابل تلقت شباك حارس مرمى الأهلي ستة أهداف 24 لعبا في لائحة الرجاء لمواجهة الأهل المصري في السوبر الإفريقي وجه الجهاز الفني لراجاء الرياضي بقيادة المدرب البلجيكي مارك فيلمونتس الدعوة إلى قائمة تضم 24 لعبا من أجل المشاركة مع النصور في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهل المصري وذلك يوم الأربع المقبلة على أرض يتم علاب أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية وجاءت لائحة الرجاء الرياضي المستدعات لمواجهة الأهل المصري على الشكل التالي في حراسة المرمى أنس الزنيتي ياسين الزبير أمين الحداوي في خط الدفاع جمال حركاس مروان الهدهودي إيريس حداد عبدالإله مذكور عبدالجلي جبيرة محمد سبول وسامة سكحان محمد النهيري في خط الوساطة محسين متولي عبدالإله الحافيدي محمد زريدة محمد مكعازي عمر العرجون فابريسنجومة بدربو الهرود زكريا الوردي في خط الهجوم زكريا الهبطة مصطفى قوياطي صوفيان بن جديدة حمد أحداد ومحمود بن حليب نستحق الخسارة أمام الدفاع الجديدي أكد وليد رقراج مدرب الويداد البيضاوي أن فريقه استحق الخسارة أمام مضيف الدفاع الحسن الجديدي بالجولة الثالثة عشر من الدوري الاحترافي المغربي وسقط فريق الويداد في فخ الخسارة أمام الدفاع الحسن الجديدي بنتيجة هدف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما أمس السابت على ملعب العبد بالجديدة وقال راقراجي في تصريحات تلفزيونية بدايتان يلزم أن نقر باستحقاق الدفاع الجديد لفوز وأنه كان الطرف الأفضل خلال المواجهة وعناصر فريقي لم تقدم الأداء المرجو منها رغم عديد المحاولات للعودة في النتيجة والهزيمة كانت مستحقة وأتم ولد راقراجي سنحاول تجاوز مخلفات الهزيمة على السريع وهذه العسرة كانت متوقعة في أي من الجوالات ولم نقدم الأداء المرجو والدفاع الحسني الجديدي كان الأكثر زعية للانتصار ونجح الدفاع الحسني الجديدي في التحقيق ما أجزت عنه بقية فرق الدوري وهو يلحق بالويدادة المتصدر أول هزيمة بعد 12 جولة كاملة دون خسارة وتوقف رصيد الويدادة البيضاء عند 32 نقطة في صدارة الترتيب فيما رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع ترجمة نانسي قنقر